اشتركوا في القناة اوجه كلمة رسيطة في هذه اللعبة راح تقابلون اجانب بكثرة وش معنى هذا الكلام يعني افكار مختلفة معتقدات ثقافات كل شي مختلف عنك تماما فانت كلاعب مسلم عربي بشكل عام لا تقل ادبك ولا تسيء ولا تعطي صورة سيئة عنك وعن دينك وعن مجتمعك وتسمح للاخرين انهم يقلون ادبهم عليك فهمت فانت طالما انك قليل ادب بغض النظر يعني مسلم انت طالما انك قليل ادب مع الكل راح يوجهون عليك ويحرقون كل شي عندك فتنتهي لعبتك محهم فتخيل انك تبني 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 في اللعبة هذه بعدين تصير مشكلة او خلاف مع اي احد منهم فيقوم يحقد عليك يوجه عليك اللاعبين اللعبة هذه سرها انك تتعامل بسياسة بذكاء بدبلوماسية يعني تكون محترم مع الكل وتكسب يعني تكسب اكبر عدد ممكن انهم يكونون حلفاء او اخوية لك اصدقاء يعني فهذا هو السر في انك تنجح في اللعبة تمام هذا واحد ثانيا لا تدخل بالسياسة لا تدخل بالدين اي احد يسيئلك او يسيئل بلدك او دينك عموما في شي اسمه تبليغ وصدقني الشركة راح تتجاوب لانه هذه صارت معي انا شخصيا ووقفوا اللي اساء لديني طبعا ما اخذ ساعتين ثلاث الا ووقفوه وكنت صراحة عني منصدم يعني كيف بالسرعة هذه لانه غالبا العاب اللي لعبتها قبل عندهم خدمة العملة جدا سيئة فخدمة العملة هنا ممتازة طيب الان نبدأ الشرح ونقول بسم الله لما تبدأ اللعبة راح يستعرض لك 11 حضارة تمام ما راح نطول لاني رتبتها لك بشكل مبسط من حيث الافضلية من حيث القوة من حيث الاكثر استخدام من قبل اللاعبين الكبار مجرد نصيحتين او ثلاث ونخلص منها ان شاء الله اذا عندك اختلاف او عندك مشاركة حول الحضارات شاركنا تحت بحيث نستفيد كلنا ويستفيد المشاهد كذلك بسم الله نشوف الصورة مع بعض هذه طيب انت كلاعب مبتدئ عليك بالاسبانية او اليابانية انت مخير لكن لو خيروني انا هنا راح اروح مع الاسبانية لسبب يوفر لي رفع مستوى القادة 10% هذا الشيء اللي مهم موجود في اي حضارة من الحضارات امامكم فنعم الاسبانية انصح فيها وبقوة واليابانية ليست سيئة كذلك اقوى الحضارات اللي يستخدمونها اللاعبين الكبار او اللي يوصلون للمستوى الاخير في المدينة يستخدمون العربية او الرومانية او الالمانية اللي انا استخدمها شخصيا ليه استخدم الالمانية لانه عندي هنا يوفر سرعة تدريد في وقت من الاوقات راح تحتاج هذه الميزة وبحكم اني انا العب بفرسان بكثرة فنعم هذا يوفر لي الخاصية هنا نقاط الحرب اللي هي ضد الباربيريانز 10% جدا ممتازة الالمانية انا اراها مناسبة لي الرومانية قوية العربية جدا ممتازة اذا بتلعب بفرسان وتركز عليهم صح فهذه بشكل عام اقرأ عندك الخواص حدد اللي انت تبغى تلعب فيه وبالتوفيق ننتقل الان الى اللعبة لما تخلص من الجولة التعريفية للعبة راح يطلع لك شكل المدينة من الداخل بهذا الشكل وراح يوفر لك حماية مدتها يومين لكن انا لاني وقفت التسجيل لفترة طويلة طارت الحماية عموما مبدئيا القائد والتحالف والحقيبة والحملة راح يكون لها مقاطع ثانية لحالها لانه يطول الحديث عنها و ما ابغى اضيعك في البداية فاركز معي بالضبط لاني بركز على ابرز الاشياء اللي تفيدك بحيث انك ما تطيح في الاغلاط اللي طاحوا فيها قبلك وانا منهم اول شي تركز عليه في المدينة الفي اي بي الفي اي بي طبعا ترفع مستواك بشكل مطبيعي من خلال المميزات اللي تحصل عليها هنا فكل ما ترفع مستوى الفي اي بي كل ما تحصل على مميزات افضل تحصل على النقاط مجانية من هنا عدد معين او تستثمر مجوهراتك وهذه هي النصيحة هذه هي النصيحة اللي انصحك فيها انك تستثمر مجوهراتك في شراء النقاط حتى تصل للمستوى السادس وبعلمك ليه طبعا في الفي اي بي في صندوق فضي وفي ذهبي الفضي مجاني يوميا تحصل على موارد ومميزات اما الذهبي تشتريه بفلوس ويوفر لك قائد ميناموتو في قائد ثاني اسمه هانيبال هم الاثنين الوحيدين من بين جميع القادة اللي تشتريهم بفلوس مو معناه انك اذا ما اشتريتها ما راح تنافس لا لا في قادة افضل وفي قادة مميزين يعني عادي فنعم فكل ما ترفع المستوى كل ما تحصل على مميزات افضل وصناديق افضل من اللي قبلها قلنا ترفع للمستوى السادس ليه؟ لاحظ معي هنا راح تحصل على مميزات سرعة جمع موارد سرعة بناء وفتح قائمة بناء ثانية اش معنى هذا الكلام؟ معنى انك يمديك ترفع مبنيين مع بعض بدل مبنى واحد وعموما انت يمديك حاليا ترفع مبنيين من خلال كوخة البناء بيكون متاح لك عامل واحد العامل الثاني انت تستأجره بمية وخمسين جوهرة حتى تصل للمستوى السادس فيكون عندك متاح عاملين طيب شرحنا اهم حاجة في اللعبة مبدئيا المباني هذه غير قابلة للازالة الشيء القابل للازالة الوحيد اللي هي الديكورات ما ودي والله اخذ يعني وقت طويل في المباني في المباني بشكل عام لكن اذا تبغى تعرف معلومات المباني اضغط على المبنى معلومات وبيانات بهذا الشكل معلومات بيانات انتهى كل ما ترفع مستوى المدينة كل ما تفتح اشياء افضل سواء مباني اقتصادية او عسكرية طبعا هذه الديكورات ما تهمك الا اذا كان تبغى تعتني بشكل المدينة نعم لكن غير مهمة نهائيا طيب عندنا هنا المهام هذه هي المهام بشكل عام احرص يوميا انك تسوي هذه المهام اليومية لاحظ معي الجوائز اللي راح تحصل عليها يوميا اذا انتهيت من هذه المهام هذه جدا ممتازة ومهمة فلا تهملها طيب هنا مثل ما قلنا متجر اللعبة هذا مين اموتو طبعا هنا صناديق اللعبة الصناديق اليومية متاحة لك تشتريها مرة واحدة يوميا المجوهرات مستودع الدعم وهنا في شيء ممتاز وانصح فيه بقوة انت اذا لاعب ما تبغى تصرف ميزانية كبيرة بحيث انك تركز على حاجة واحدة في اللعبة انصحك بهذا العرض هذا العرض الوحيد اللي تركز عليه فقط ليه 2200 جوهرة عند اول شراء فوقها 650 جوهرة طبعا هذه 650 جوهرة يوميا لمدة شهر يعني راح يكون تطورك ممتاز وغير انك تنافس في الاحداث الاسبوعية يعني تخيل هذا افضل عرض انصح فيه كل لعب دعم التطور هذا لا تشتريه الا لما توصل المستوى الاخير من المدينة لاحظ كمية المجوهرات اللي ممكن تحصل عليها بعد كل ترقية فهذا اشتريه في اخر شي لانك لاحظ انت الان اذا حصلت على هذه المجوهرات استثمرها بذكاء وهذه راح نجيها بعدين في المستقبل راح اعلمك كيف تستثمر المجوهرات هذه فحاول انك تكون ذكي ما تلعب بالمجوهرات كثير حلو من هنا هذه هي الاحداث الاسبوعية جدول الاحداث الاسبوعي موضح لك وهذه هي الاحداث موجودة تحت حلو الان خلينا نروح هنا من هنا تغير اسمك ومن هنا الصورة اذا تبغى صورهم هم او اذا عندك في الالبون صور انت حر يعني البرواز معلومات المدينة اذا وصلت المستقبل الثامن راح يفتح معاك هذه هذه مميزات القادة اللي تبغى تعطيهم القوات الحالية في المدينة طبعا هنا التحالف القوة الحالية كم عدد اللي قتلتهم حضارتك الحالية نقاط الحرب طبعا هذه تستخدم ضد الباربيريانز لاحظ معي هنا هذه قائمة البحث عن المزارع بشكل عام وعن الباربيريانز اللي انصح فيها انك يعني تحرص انك تقاتلهم بشكل مستمر حتى تحصل على اشياء مميزة خلينا نشوف لاحظ كيف نقص معي هنا ترتفع تلقائيا كل 36 ثانية تعطيك نقطة او انك تعبيها من هنا يعني عادي جدا خلينا نشوف ممتاز طبعا قتال الباربيريانز يعطيك خبرة وتحصل على هدايا فهذه هي فكرة نقاط الحرب بشكل عام هذا هو المستشفى تكلفة الموارد عدد الجنود المصابين سعة المستشفى الحالية هذه هي الفكرة بكل بساطة طيب بعد ما غطينا ابرز واهم الاشياء هنا استودعكم الله نراكم على خير في امان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر